السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين عزيزي المشاهدات نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان اكتشاف رسالة مار سابا خلال رحلته إلى الأردن وفلسطين والتركيا واليونان في صيف 1958 ميلاديا من أجل اقتناء المخطوطات زار مارتون سميث أيضا دير مار سابا الخاص بالروم الأوروذوكس الواقع بين القدس والبحر الميت وبعدما سمح له البتريك بيندكت الأول بتريك القدس للروم الأوروذوكس بالإقامة به لثلاثة أسابيع لدراسة مخطوطاته وأثناء فهرسته للوثائق التي وجدها في مكتبة البرج الشمالي للدير أعلن لاحقا أنه اكتشف رسالة لم تكن معروفة مسبقا كتبها إكليمينديوس الأسكندري واقتبس فيها إكليمينديوس مقطعين من نسخة قديمة مطولة غير معروفة على ما يبدو من إنجيل ماركوس سماه سميث بعدئذ باسم إنجيل ماركوس السري نص الرسالة كان مخطوطا باليد على الصفاحات الأخيرة من نسخة إسحاق فوسيوس بأعمال أغناطيوس المطبوعة سنة 1646 ميلاديا حملت تلك الرسالة منذ إذن عدة أسماء منها رسالة مارسابا ورسالة إكليمينديوس والرسالة إلى ثيودوروس ورسالة إكليمينديوس إلى ثيرودوروس بالمناسبة دير مارسابا القديم كانت في عام 1900 في أعلى اليمين يقع البرج الشمالي الذي به المكتبة والتي وجد فيها مورتون سميث سنة 1958 ميلاديا كتاب فوسيوس الذي كتب عليه رسالة إكليمينديوس توجد الصور على الإنترنت وقد تكون في هذا الفيديو أيضا قد الحقنا بهذه الصور نعود إلى موضوعنا نظرا لكون الكتاب ملكا لبطريكية الروم الأورذوكس فقد التقت سميث على الفور بعض الصور بالأبيض والأسود للرسالة وترك الكتاب حيث وجده في مكتبة البرج وأدرك سميث أنه لكي يثبت صحة الرسالة فإنه بحاجة إلى مشاركة محتويها مع علماء آخرين وفي ديسمبر من عام 1958 ميلاديا تحديدا لكي يضمن عدم الكشف عن محتواها قبل الأوان وقدم نسخة من الرسالة مع الترجمة أولية إلى مكتبة الكونغرس بعد أن قضى سنتين في مقارنة اسلوب ومفردات وأفكار رسالة إكليمنديس إلى ثير الدروس بالكتابات التي لا جدال في نسبتها إلى إكليمنديس الأسكندري وبعد التشاور مع عدد من خبراء الكتابات القديمة الذين أرخوا الكتابة اليدوية بأنها كتبت في القرن الثامن عشر الميلادي اكتسب سميث الثقة الكافية حول أصلية الرسالة فأعلن اكتشافه في الاجتماع السنوي لجمعية الأدب الإنجيلي في ديسمبر من عام 1960 ميلاديا وفي السنوات التالية أجرى سميث دراسة شاملة حول إنجيل مرقص وأكليمنديس الأسكندري وخلفية الرسالة وعلاقتها بالمسيحية الأولى وخلال تلك الفترة استشار العديد من الخبراء في المجالات ذات الصلة وفي سنة 1966 ميلاديا أنهى سميث دراسته الأساسية لكنه لم ينشر دراسته التي كانت في شكل كتاب بحثي بعنوان إكليمنديس الأسكندري والإنجيل السري لمرقص وحتى سنة 1973 ميلاديا وذلك بسبب تأخره لسبع سنوات في مرحلة الإعداد نشر سميث في الكتاب مجموعة من الصور بالأبيض والأسود للنص كما نشر أيضا في وقت سابق من العام نفسه طبع أخرى شعبية من الكتاب للجمهور هكذا انتهت حلقة اليوم التي أتمنى أن تكون نالت إعجابكم وأفهدتكم على أمل أن نلقاكم قريبا في حلقة جديدة وموضوع جديد شيق ومفيد بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر